السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتعرف فيه عن تاريخ إجراء الامتحانات وكذلك هل سوف تكون هذه الامتحانات أم لا يعني امتحانات الإشهادية بالنسبة للإبتداء وكذلك الامتحانات بالنسبة للإعداد وكذلك بالنسبة لأولوة تنيابة كالوريا كما سوف نتعرف عن تاريخ إجراء الفروض الأخيرة بالنسبة للجدع مشترك وباقي المستويات إذن الكثير من التلاميذ يسأل هل سوف تكون هناك امتحانات في آخر السنة وما هي توقيت إجراء الفروض والامتحانات الآخرة إذن هذه الأسئلة تكرر كثيرا في قناتنا على اليوتيوب إذن سوف نحاول في هذا الفيديو الإجابة على هذا السؤال رغم أننا جوابنا عليه في عدة فيديوهات وسوف نحاول في هذا الفيديو سلخيط كل ما قلناه في الفيديوهات السابقة هناك كذلك من يسأل عن الإطار المرجعي متى سوف يتم إصدار الإطار المرجعي ما هي الدروس التي سوف نراجعها بالنسبة للامتحان إذن عدة أسئلة تطرح حول الامتحانات سوف نجيب على هذه الأسئلة كلها إذن في بعض الفيديوهات أقوم بشرح شيء معين مثلا مثل الامتحانات وفي الأخير أتذكر يعني شيء آخر مهم أتطرق إليه يعني تابعوا الفيديو حتى الأخير لكي يعني تفهموا كل شيء حول هذا الموضوع إذن كما قلنا هنا تاريخ المراقبة المستمرة والامتحانات بالأسلاك الثالثة يعني الإبتدائي والإعدادي وكذلك التنويط إليه كما كذلك إذا كان هناك تلاميذ البيت إيس فسوف نتطرق إلى امتحاناتهم كذلك إذن كما قلت بالنسبة للسلك الإبتدائي هناك من يسأل يعني هل تم إصدار لإطار المرجع يعني ما هي الدروس التي سوف نجتز فيها الامتحان بالنسبة للسدس بسدائي مثلا بالنسبة من الأولى بسدائي إلى الخامس بسدائي وكذلك السادس بسدائي فآخر فروض المراقبة المستمرة برسم الأسلس الأول سوف تكون بين 12 و 16 يناير وآخر فروض المراقبة المستمرة بالأسلس الثاني يعني الدورات الثانية الآن ما بين 10 و 16 يونيو 2021 أما بالنسبة لإمتحان المحلي فقد تم إلغاؤه ولكن بالنسبة لإمتحان الموحد الإقليمي لنيل شهد الدروس الإبتدائي فلم يتم إلغاؤه تم إغاء المحلي ولكن الإقليمي لن يتم إلغاؤه حسب ما صرح به مدير أكامديمية الرباط وكذلك الوزير أمزازي وقد تم البدء في مشروع إطار مرشعي الذي يمكن أن تكون قد شاهدته في فيديوهات السابقة إذن الإمتحان الموحد الإقليمي لنيل شهدات الدروس الإبتدائية سوف يجرى في يوم واحد يوم واحد فقط والذي هو 21 يونيو 2021 إذن يوم 21 يونيو 2021 سوف يكون إمتحان ستبتدائي بالنسبة لمن يسأل ما هي الدروس التي سوف تكون في هذه الإمتحانات فجميع الدروس التي درستموها في الطورة الثانية هناك بعض الدروس التي ستكون لها علاقة بطروس الطورة الأولى ولكن دروس الطورة الثانية هي التي ستكون في إمتحان الإقليمي رغم أن الإمتحان المحلي تم إلغاؤه إذن يجب عليكم أي فرض أنجزتموه ففقط ما عليكم لكي تراجعوا لإمتحان هو وضع تلخيص لجميع الدروس عندما تراجع للفرض حاول أن تلخيص الدروس فعندما يصل الإمتحان يكون لديك جميع الدروس عبارة عن ملخصات قصيرة تراجعها بكل سهولة نفسي بالنسبة للسلك التانوي الإعدادي يعني بالنسبة للأولى والثانية إعدادي والثالثة إعدادي فآخر فرض المراقبة المستمرة برسم السل الأسدوستاني سوف تكون ما بين 10 و 16 يونيو 2021 إذن الفرض الآخرة ما بين 10 و 16 يونيو 2021 والإمتحان الجهوي للثالثة إعدادي سوف يزرى في يومين ابتداء من 14 يونيو 2021 إذن نفس الشيء بالنسبة للسلم السلطة إعدادي يسألون هل سوف يكون الإمتحان الجهوي أم لا إذن بعد أن تم إلغاء المحلي وإلغاء الجهوي السنة الماضية بسبب يعني الحجر الصحي ويعني عدة أشياء أخرى فهذه السنة لن يتم إلغاؤه لأن الدراسة يعني مستمرة ولو أنه يمكن أن يكون الإمتحان المحلي يعني في دروس قليلة يعني التي تم إنجازها إلى آخر السنة يعني يمكن إلغاء بعض الدروس لآخرة ولكن الإمتحان الجهوي سوف يكون في وقته والذي سوف يجرى في يومين 14 و15 يونيو 2021 بالنسبة للباكالورية يعني الأولى باكالورية والتانية باكالورية وكذلك الجهد المشترك فآخر فروض المراقبة المستمرة برسم الأسدس الثاني بالنسبة للجهد المشترك ما بين 24 و29 ماي 2021 يعني حسب الأساسي ده هناك أساسي ده سوف ينجزون في 24 يعني بين 24 و29 ماي 2021 بالنسبة للأولى والتانية باكالورية فالفروض الأخيرة سوف تكون ما بين 17 و22 ماي 2021 بالنسبة للإمتحان الوطني الموحد لشهادة الباكالورية الدورة العادية سوف تكون أيام 3 و4 و5 و7 يونيو 2021 يعني أربعة أيام والدورة الاستدراكية كذلك في أربعة أيام 1-2-3-5 يوليوز 2021 إذن من نجح في الدورة العادية فلن يجتاز الدورة الاستدراكية يعني سوف تكون لذي عطلة ومن لم ينجح فسوف يعني يجتاز الدورة الاستدراكية بالنسبة للإمتحان الجهوي الموحد إذن بالنسبة للإمتحان الجهوي الموحد للمترشح الأحرار وللسنة الأولى من سلك الباكالورية يعني من يجتازون الأولى باكالورية والتانية باكالورية أحرار يعني من يجتاز الباكالورية حر فسوف تكون الضبرة العادية يوم أو يومي 31 مايو و 1 يونيو 2021 يعني يومين فقط والضبرة الاستدراكية سوف تكون يومي 28 و 29 يونيو 2021 يعني نتمنى من الله أن ينجح هؤلاء التلاميذ وجميع التلاميذ في جميع المستويات بالنسبة لسيلك شهادة استقنال عالي إذا كان لدينا هنا حتى تلاميذ البيت إيس يعني شهادة استقنال عالي هذه البيت إيس تكون بعد البكالوريا تكون في بعض المؤسسات التنوي sorts امتحانة سنة الثانية من أقسام تحضير لشهادة استقنية تكون بستداء من الاثنين 3 مايو 2021 وامتحانة سنة الأولى من أقسام تحضير لشهادة استقنية العالي تكون خلال شهر يونيو 2021 إذن السنة الثانية قلنا 300 مايو 2021 وامتحانة السنة الأولى كانت في شهر يونيو 2021 امتحانات السنة الأولى من أقسم تحضير لشاهدة استقنية العالية إذن هم ستفهمون كل ما تحدثنا عليه في هذا الموضوع بالنسبة لي يعني من يسأل هل الامتحانات سوف يلتم إلغاءها فكما قلنا فالامتحانات موجودة حسب تصريح أنزازي وتصريح وزير مدير الأكاديمية من لم ينصد لهذا التصريح فهو موجود في قناتي على اليوتيوب بروفارنات يمكنك الرجوع إليه وتشاهد مدير الأكاديمية يقول بأن امتحان ستبتدائي ومتحان تلتأعددي فهم سوف يكونون في وقتهم أما بالنسبة الامتحال البكالورية فهو موجود في وقتهم فلم يلغى في الصنة الماضية التي كانت فيها مشاكل إذن لن يلغى كذلك في هذه السنة إذن من لديه أي سؤال كيفما كان فيمكنكم طرحه في التعليقات إذن هذا السؤال يتكرر كثيرا هل الامتحال جاوي سوف يكون نعم سوف يكون وفي الوقت الذي تحدثنا عليه في هذا الفيديو إذا كان لديكم سؤال آخر اطرحه في التعليق ولا تنسى كذلك اتجعنا بالضغط على الزر جيم ووضع تعليقاتكم المحفزة والمشجعة وإذا كنت أول مرة تزور قناتنا على اليوتيوب بروف غرنات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس ولا تنسى كذلك الدخول إلى قناتنا التانية التي سوف تجدونها في التعليق والقناة التانية اسمها خبر كل يوم حيث أننا نتحدث عن أخبار التعليم وكل ما هو مهم كما نفعل في هذه القناة التي اسمها بروف غرنات ترجمة نانسي قنقر